الجزائر مشبعة قديماً حالياً ومستقبلاً بقيامها الأصيلة لا تحتاج أن تستورد قيماً ولا تقاليد هو المصار الثابت في بناء الجمهورية الجديدة دون أي مساس بعقيدة الوطن ولا استيراد لتقاليد دخل وهو ما حفظه المشروع تعديل الدستور الجديد الجزائر الجديدة تجدد عهدها بالثوابت تجدد عهدها بالمنطلقات تجدد عهدها بالمرجعية الثابتة كما عهدناها في سلفنا والحمد لله يمكن الإعلام يمكن للشباب يمكن لجامعاتنا يمكن لمدارسنا أن تتكلم عن قضايا ثابتة وتعطيها الوهج اللازم والعناية الكافية حتى لا يتصور ولا يحلم بعد الآن أحد بأن هويتنا في مهب الريح أو أن ثوابتنا لا زالت مهتزة يمكن أن تضعف أو تنقص أبدا أبدا الجمعيات الدينية بالجزائر تعد بدورها الركن الركين والأساس المتين للمجتمع المدني الجزائري والحصن الحصين للمرجعية الدينية عبر عقود مضت ولا تزال فمتى كانت الجمعيات قائمة على ركائز قوية صنعت مجتمعا ينبجس بالخير أم بجاز الماء من الأرض الفرة وإذا كانت الجمعيات معطلة وليست لها قوام أخلاقية ولا قوام نفسية ولا مرتكزة قانونية فوالله لا نجني إلا الحصرة والوباء والتأسي بإمكانه أن يوجه يعني يقوم بدور توجيه استشاري وتشاركي فيما يخص الهوية الوطنية وكان قبل ذلك ما زال يقوم بأدوار يعني تخص الهوية الوطنية واستقلال البلاد وتحريرها وكذلك البناء وصون الوحدة الوطنية وكذا استتباب الأمن والاستقرار بناء جمهورية جديدة بمعالم اقتصادية جديدة ونظرة استشرافية تتماشى مع التحولات العالمية تجعل الجزائر في منأة عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية لكن لا الثوابت الوطنية ولا المراجع الدينية قابلة للمصادرة أو التغيير والتبديل ترجمة نانسي قنقر